السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم نحضر معكم ميني كيك بمداق البرتقال سهل سريع تتحضير بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت والمداق يا السلام متشبعوش منه الي اعجبكم فيديو دي اليوم متنسوش خليوا لايك وتبرتجوه مع اصدقائكم لتعم الفائدة نحتاجوش بيضات بدرجة حرارة المطبخ كأس الا ربع من السكر معيار الكأس 150 جرام رشة ملح لتحسين الضوق نمزج المكونات جيدا انا غد نخدم غرب الطرر باليدوي حسي تغير اللون ديال الخليط يولي اللون دياله ابيض على هاتشكل هذا نضيف كأس الا ربع من الزيت نباتي ودائما كنوزن بنفس الكأس اللي هو كأس العنباكي يوزن 150 جرام نمزج المكونات جيدا من بعد نضيف كأس عصير برسقال هاد الميني كاك يجيو بطعم البرسقال مبشور برسقالة نمزج الكل جيدا نضيف الطحين اللي غربلته من قبل الكأس الاول الكأس الثاني خميرة الحلويات ما يعادل 8 جرام نخلط المكونات جيدا حسي نحصل على خليط يكون خفيف نوعا ما يكون شغيل الخليط يكون خفيف باش الميني كاك يجون خفاف ويجون هشاش هذا هو القوام اللي حصلت عليه نحتاج قوالب تهنسهم بالقليل من الزبدة أنا غنستعمل هاد القوالب على شكل هذا بعض الأخوات تسولوني في الفيديو السابق على هاد القوالب نين شريتهم هاد القوالب نتوفرين في الأسواق تلقوهم عند الناس اللي كيبيعوا قوالب ولوازن حلويات موجودين وكين هاد الشكل هذا أيضا ما كيكونش طالع كيعملوا درهم ونصف الواحد كين اصغر من هاد القالب على هاد الشكل هذا كيف كتشوفو هاد كيعمل درهم الواحد ساو ما كيجوز وينين في الميني كاك مقاس هاد القوالب ثمانية سانتي هاد هو المقاس زيالهم كيف كتشوفو القوالب ننسهم بالقليل من الزبدة نصب الخليط ونوصله حتى الفوق لان الميني كاك مازال غايت نفخه في الفران نصب الخليط ونوصله حتى الفوق نضيف السمر بنفس الطريقة نملأ القوالب بالخليط ونعود نرجع معكم ندخل الصيني الفرن على درجة حرارة 180 درجة فرن ساخل من قبل أنا شاعلت عليها غير ملتحت حتى يطيبوا الميني كاك من بعد كنشاعل عليهم الفوق ياخدوا لون دهابي ما كياخدوش وقت كبير في الفرن أنا أخدو ليا فقط 20 دقيقة هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفو كنخليهم حتي بردو من بعد كنقلبوهم بكل سهولة من قلبوهم شو هم مصخان لانهم غادي يلسقولينا في القوالب نتسنو عليهم حتي بردو من بعد كنزولوهم القوالب بكل سهولة كيف كتشوفو نحتاج مربى المشماش جوز الهينت أو الكوك محمر أنا حمر صغير في الميقلاتس للتزيين ندهل الجواني بدي الميني كاك بمربى المشماش المربى يكون سائل خاص بالحلويات صفي من بعد كنغطي الجوانب بجوز الهينت أو الكوك محمر تزيين كيبقى حسب المسوفر أو حسب الرغبة نغطي الجوانب جيدا على الشكل هذا هذا هو الشكل اللي حصلت عليه سنعمل معكم واحدة أخرى ندهل الجوانب بمربى المشماش نغطي الجوانب بجوز الهينت أو الكوك نستمر بنفس الطريقة حسن نكمل كمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم نضع الميني كاك جانبا وندوز بش نحضر معكم الكريمة نحتاج لها ميتين وخمسين ميلي حصير برتقيل نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقتين كبيرتين نشا أو ميزينة نحرك المكونة جيدا على البارد هذه المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الإناء على النار نضيف نكهة البرتقيل نضيف غير شوية نضيف ملعقة كبيرتين لنعطينا اللون يمكنك أن نستغنوا شيئا نضيف مكونات جيدا على نار خفيفة مع تحرك المستمر والنار وضيف من التحرك للخليط صافي الخالط تبدأ يسقل هذا هو القوام ديالو نزوله من على النار وندوز المرحلة الموالية نملأ الفراغ اللي في الوسط بالكريمة كريمة البرتقال الكريمة ما زال نضغط عقاد ميلي سبرد الكريمة جلديدة هذا هو الشكل الميني كاك من بعد ما عملت الكريمة ممكن تقدموهم على هذا الشكل انا عملت تزيين بسيط قطعة من البرتقال وورقة نعناع هذا هو الشكل النهائي كيجي الشكل ديالهم جميل جدا شكل راقي والمداقية السلام ما تشبعوش منو ميني كاك بطعم البرتقال بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت ممكن تحضروهم في آخر لحظة ما كي ياخدوش منو وقت كبير كيجو خفاف هشاش كيذوبو في الفم انا مأكدة اللي جربتوهم غدي يعجبوكم بسيطة لانهم فعلا كيستحقوا التجربة اللي اعجبكم فيديو دياليوم ما تنسوش خليوا لايك واسبارتاجوا مع اصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله